كان لدي مجموعتين ولتكن سين وصاد ممثل بأشكال فن كما تشاهدون فإذا قمنا بتضليل المنطقة الواقعة على المجموعة سين خارج المجموعة صاد فهذه المنطقة تمثل مجموعة العناصر التي تنتمي إلى المجموعة سين ولا تنتمي إلى المجموعة صاد هذه المجموعة تسمى مجموعة الفرق بين سين وصاد ويرمز لها بالرمز وتقرأ سين فرق صاد أما إذا قمنا بتضليل المنطقة الواقعة على المجموعة صاد خارج المجموعة سين فهذه المنطقة تمثل مجموعة العناصر التي تنتمي إلى المجموعة صاد ولا تنتمي إلى المجموعة سين هذه المجموعة تسمى مجموعة الفرق بين المجموعتين صاد وسين ويرمز لها بالرمز وتقرأ صاد فرق سين إذن فرق المجموعتين سين وصاد هي مجموعة عناصرها تنتمي إلى المجموعة سين ولا تنتمي إلى المجموعة صاد ويرمز لها بالرمز سين فرق صاد أي أن سين فرق صاد هي مجموعة العناصر ألف حيث ألف ينتمي إلى المجموعة سين وألف لا تنتمي إلى المجموعة صاد فمثلا هذا الشكل يمثل مجموعتين المجموعة سين وعناصرها اثنين أربعة ستة ثمانية والمجموعة صاد وعناصرها ثمانية تسعة عشرة فإذا أردنا أن نوجد سين فرق صاد أي مجموعة الفرق بين سين وصاد فما علينا إلا أن نبحث عن مجموعة العناصر التي تنتمي إلى المجموعة سين ولا تنتمي إلى المجموعة صاد وهي الواقعة في المنطقة المضللة من الشكل إذن سين فرق صاد تساوي مجموعة العناصر اثنين أربعة ستة وبنفس الطريقة نوجد صاد فرق سين أي مجموعة الفرق بين المجموعتين صاد وسين وهي الممثلة في المنطقة المضللة من الشكل إذن صاد فرق سين تساوي مجموعة العناصر تسعة وعشرة وبمقارنة النتيجتين نجد أن سين فرق صاد لا يساوي صاد فرق سين ننتقل إلى مثال آخر هنا لدينا مجموعتين المجموعة عين وعناصرها ألف با جيم والمجموعة سين وعناصرها دال وهاء ونلاحظ هنا أن المجموعتين منفصلتان أي أن المجموعة عين تقاطع المجموعة سين تساوي المجموعة الخالية فاي في هذه الحالة عين فرق سين هي مجموعة العناصر التي تنتمي إلى المجموعة عين ولا تنتمي إلى المجموعة سين والتي تمثلها المنطقة المضللة من الشكل ونجدها الألف والبا والجيم وهي المجموعة عين كاملة إذن عين فرق سين تساوي المجموعة عين وبنفس الطريقة نجد أن سين فرق عين تساوي المجموعة سين ننتقل إلى مثال آخر هنا أيضا لدينا مجموعتين المجموعة صاد وعناصرها أربعة خمسة ستة والمجموعة عين وعناصرها أربعة وخمسة والستة والسبعة والثمانية ونلاحظ هنا أن المجموعة صاد جزئية من المجموعة عين في هذه الحالة صاد فرق عين هي مجموعة العناصر التي تنتمي إلى المجموعة صاد ولا تنتمي إلى المجموعة عين فلا نجد أي عنصر يحقق ذلك إذن صاد فرق عين تساوي المجموعة الخالية فاي أما عين فرق صاد فهي مجموعة العناصر التي تنتمي إلى المجموعة عين ولا تنتمي إلى المجموعة صاد إذن عين فرق صاد تساوي مجموعة العناصر السبعة والثمانية والآن أعزائي الطلاب ننتقل إلى عملية التتميم أي إيجاد المجموعة المتممة ولا يتأتى ذلك إلا بوجود المجموعة الشاملة وقد سبق وأن تعرفتم على المجموعة الشاملة والتي يرمز لها بالرمز شين فمثلا إذا كانت هذه المجموعة من الورد هي المجموعة الشاملة شين وكانت المجموعة سين هي مجموعة الورد التي تحمل في سيقانها أوراق خضراء وهي من المجموعة الشاملة فإن مجموعة الورد التي لا تحمل في سيقانها أوراق خضراء في المجموعة الشاملة تسمى متممة المجموعة سين لأنها تتمم بقية عناصر المجموعة الشاملة ويرمز للمجموعة المتممة للمجموعة سين بالرمز إذن المجموعة المتممة للمجموعة سين هي مجموعة العناصر التي تنتمي إلى المجموعة شين ولا تنتمي إلى المجموعة سين ويرمز لها بالرمز أي أن متممة المجموعة سين هي مجموعة العناصر ألف حيث ألف ينتمي إلى المجموعة شين وألف لا ينتمي إلى المجموعة سين فمثلا لدينا هنا أشكال فن التي تمثل كل من المجموعة الشاملة شين وعناصرها ألف والباء والجيم ودال وها والمجموعة سين وهي جزئية من المجموعة شين وعناصرها الباء والجيم فإن المجموعة المتممة للمجموعة سين هي مجموعة العناصر التي تنتمي إلى المجموعة شين ولا تنتمي إلى المجموعة سين ونلاحظ أن المجموعة المتممة للمجموعة سين هي نفسها مجموعة الفرق بين المجموعة شين والمجموعة سين أي أن متممة المجموعة سين تساوي شين فرق سين وهذه العناصر هي الواقعة في المنطقة المضللة من الشكل إذن متممة المجموعة سين تساوي مجموعة العناصر الألف ودال وحا ونلاحظ من المجموعة سين ومتممتها ما يلي أولا سين اتحاد متممتها تساوي المجموعة الشاملة شين ثانيا سين تقاطع متممتها تساوي المجموعة الخالية فاي أما متممة المتممة للمجموعة سين فهي مجموعة العناصر التي تنتمي إلى المجموعة شين ولا تنتمي إلى متممة المجموعة سين ويتضح لنا من الشكل أن متممة المتممة للمجموعة سين هي المجموعة سين نفسها أي أن متممة المتممة للمجموعة سين تساوي المجموعة سين ننتقل إلى مثال آخر من الشكل المقابل أوجد المطلوب الأول أوجد متممة اتحاد المجموعتين سين وصاد ومتممة المجموعة سين تقاطع متممة المجموعة صاد ثم قارن بينهما لإيجاد متممة اتحاد المجموعتين سين وصاد نوجد أولا اتحاد المجموعتين سين وصاد وهي الواقعة في المنطقة المضللة من الشكل وبالتالي فإن متممة مجموعة الاتحاد هي مجموعة العناصر التي تنتمي إلى المجموعة الشاملة الشين ولا تنتمي إلى مجموعة الاتحاد وهي ممثلة في المنطقة المضللة الجديدة إذن متممة مجموعة اتحاد المجموعتين سين وصاد هي مجموعة العناصر اثنين وستة أما متممة سين تقاطع متممة صاد فنوجد أولا متممة المجموعة سين ومتممة المجموعة صاد ثم نوجد مجموعة تقاطع المتممتين إذن متممة المجموعة سين هي مجموعة العناصر الواقعة في المنطقة المضللة رأسيا ومتممة المجموعة صاد هي مجموعة العناصر الواقعة في المنطقة المضللة أفقيا وبالتالي فإن مجموعة تقاطع متممة سين ومتممة صاد هي مجموعة العناصر الواقعة في المنطقة المضللة أفقيا ورأسيا وهي الاثنين والستة وبمقارنة الإجابتين نجد أن متممة اتحاد المجموعتين سين وصاد تساوي متممة سين تقاطع متممة صاد المطلوب الثاني إيجاد كل من متممة مجموعة تقاطع المجموعتين سين وصاد ومتممة سين اتحاد متممة صاد ثم قارن بينهما ولإيجاد متممة مجموعة تقاطع المجموعتين سين وصاد نوجد أولا تقاطع المجموعتين سين وصاد وهي الواقعة في المنطقة المضللة من الشكل ثم نوجد متممة مجموعة التقاطع وهي الممثلة في المنطقة المضللة الجديدة إذن متممة تقاطع المجموعتين سين وصاد تساوي مجموعة العناصر 1 2 4 6 أما متممة سين اتحاد متممة صاد نوجد أولا المجموعة المتممة للمجموعة سين وهي الممثلة في المنطقة المضللة رأسيا والمجموعة المتممة للمجموعة صاد وهي الممثلة في المنطقة المضللة أفقيا من الشكل وبالتالي فإن مجموعة اتحاد متممة سين ومتممة صاد هي مجموعة العناصر الممثلة في المنطقة المضللة رأسيا أو أفقيا وهي الواحد 2 4 6 وبمقارنة الإجابتين نجد أن متممة سين تقاطع صاد تساوي متممة سين اتحاد متممة صاد قانونة دي مرجان القانون الأول متممة اتحاد المجموعتين سين وصاد تساوي متممة سين تقاطع متممة صاد أو نقول باختصار متممة الاتحاد تساوي تقاطع المتممتين القانون الثاني متممة تقاطع المجموعتين سين وصاد تساوي متممة سين اتحاد متممة صاد أو نقول باختصار متممة التقاطع ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر